مخالفات اللبنانيين المرورية أكبر من أن تعد أو تحصى وقد اكتسبت مناعة مع الوقت حتى أصبحت طرفا أو عادة اجتماعية وبهدف محاصرة تلك الآفة أطلقت غرفة التحكم المروري حسابا رسميا على موقع تويتر وبعد شهر أعلنت قوى الأمن الداخلي عن حملة تحت عنوان من حدرك لكل سيارة تهدف للكشف عن المخالفات التي تحصل على الطرقات المسؤول الإعلامي لغرفة التحكم المروري النقيب ميشيل مطران أكد لتلفزيون المستقبل أن الهدف من هذه الحملة هو تعميم تحمل المسؤولية المشتركة بين المواطن والدركي حملة منحط دركة لكل سيارة أنه لا يمكن بأي دولة من دول العالم أنه ينحط شرطة مرور لكل سيارة وبكل دول العالم منلق 80% من المواطنين عم يطبقوا قانون السيارة بيبقى 20% ممكن تتطبق عليهم قانون السيارة بشكل قصري أو بالقوة أو بشكل حازم بينما عنا منلاقي الفرق بالأرقام معاكس حملة أطلق معالي وزير الداخلية اليوم رسميا على حسابه الرسمي على قنوات تواصل اجتماعي على تويتر فكرة إرسال المواطن صورة مخالفة لإلنا هي مثل نوع من التزام خطة عم يعمل المواطن معنا أنا ما بدي المواطن يبعث لي صورة وهو ما يكون عم يستعمل حزام الأمان الأقل يفكر بأنانية بولاده بنفسه يستعمل حزام الأمان يمشي على الخط بين المسارب ما يصف صفي غلط ما يطلع على الرصيف بالنهاية أنت عم تحمي نفسك نحن بصدد تحطير قسم بغرفة التحكم المروري هو قسم المحاضر الإلكترونية عم يتجهز تقانيا وتكنولوجيا بشكل أنه من خلال كاميراتنا نقدر نقمع أي مخالفة سير عبر الكاميرا عبر لوحة السيارة النقيب مطران طالب جميع المواطنين إرسال صور تظهر فيها مخالفة لقانون السير على الموقع الرسمي لغرفة التحكم تحت هاشتاغ عنوان الحملة